مشروع حياة كريمة المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم المشروع التنموي الأكبر مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن إطلاق أو الفعالية توعوية موسعة من الفيوم ده كان من خلال مبادرة أنت الحياة الفعالية دي حتكون فيها أنشطة كتير جدا جدا هدفها هو بناء الإنسان وتوسيع فكره ومدركه ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ في بعض الناس كانت شايفها مبادرة حياة كريمة دي عبارة عن أن احنا بنجدد البيوت وأن احنا بنوصل لها الميا والقهرباء يعني بنتكلم أنه يعني إلى حد ما استثمار في الحجر لكن احنا دلوقتي بنتكلم كمان في استثمار في البشر في الناس أن احنا نحقق لهم حياة كريمة سواء بقى مكان ثقافيا بوجود المسارح سواء مكان بقى كل الأطفال في كل الأعمار والكبار السن أن يبقى فيه تدريبات عملية ونظرية على كل المهارات حاجات كثيرة جدا ملفات كلها في الآخر بتصب في نظراتنا احنا بنتكلم دلوقتي على استثمار في البشر فحياة كريمة بجد بنقدر نقول أن هي مبادرة متكاملة 3 سنوات من الإنجاز خلينا نتكلم في هذا الملف معنا على تليفون أستاذة هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة أهلا بحضرتك وسبع الخير أهلا بحضرتك يا فاندم صباح النور ما بنتكلم على هذه المبادرة بنتكلم على انطلاق لأول يوم هتستمر ستة أيام 15 أغسطس لعشرين أغسطس في الفيوم كلمينا بقى عن فاعل ياك هذه المبادرة مبدئيا نحب أوضح لحضرتك أن المبادرات التوعوية خاصة بمؤسسة حياة كريمة اتجاه أكثر قرابة للمنهج العلمي لأننا في تطبقنا للمبادرات التوعوية بدأنا أولا بدراسة خاصة السكان الموجودين في كل محافظة عشان أطبق عليهم المبادرة التوعوية اللي تكون مناسبة أكتر لهم يعني فيه اختلاف ما بين المبادرات من مكان لآخر على حسب ثقافة هذه المنطقة بالضبط هيكون معنا اختلاف المحتوى اللي بيتقدم ما بين المبادرة المبادرة يكون ثابتة هي مبادرة انت الحكيم بس هيختلف المحتوى اللي بيقدم تبقى لدراسة خاصة السكان الموجودين في المركز بلو الموجودين في القرية كمان بنودل خاصة السكان في المحافظة والمركز اللي احنا داخلين والقرية كمان اللي احنا نكون موجودين فيها بما أن المبادرة حياة كريمة خلاص المقالة الحالية أوشكت على الانتهاء في المشروعات اللي موجودة كبناء تحتية وإنشاءات احنا بنستغل كمان البيئة اللي احنا وفرناها وبقات مناسبة بالبنية التحتية نعمل المبادرات التوعوية نستهدف فيها كل فئات المجتمع بكل الأعمار بالنسبة للمبادرة انت الحياة اتهدفنا فيها أطفال واتهدفنا المرأة وكبار السن خلينا ناخدها بالتفصيل المرأة هتبقى من خلال إيه من خلال تمكين الاقتصادي الأطفال من خلال المسارح الكبار السن من خلال الرعاية الطبية يعني خلينا كده كل حد فيهم نقول لإحنا هنستهدفه من خلال إيه الخدمات اللي هتتقدمي احنا معنا أكثر من جهة شريكة الجهة الشريكة الأولى المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ينفذ معنا كثير من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة بتاعة أنت الحياة بينها تعريف السيدات بالمشروع القومي لتنمية الأسرة كمان بنقدم ورش عمل عن الإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة وكيفية اختيار الشريك كمان بنقدم بعض ورش العمل عن التفتيف أثناء الحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل فعلامات النمو والتطور الطبيعي للأطفال وإزاي نرحزهم كمان بنعمل توعية بالإعقاط المختلفة والخدمات العامة المقدمة من مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عشان نجابه العنف ضد المرأة كمان على الناحية الأخرى بنقدم شقة تنفيذ اقتصادي للمرأة ده عن طريق ورش عمل حرفية بنقدمها على مدار الست أيام بنساد فيها 52 متدربة تم اختيارهم من قريط قلهانا بمحافظة الفيوم الواقع فيها التدريب بنهدد فيها ان احنا نقدم لهم في آخر التدريب حرفة يدوية تب وده هينتقل من قرية لقرية أو من مركز لمركز مثلا هينتقل تجاعا بإذن الله عشان نغطي كل مراكز حياة كريمة طيب انا نكلم بقى على القوافل الطبية القوافل الطبية كمان هتكون فيه إجراءات عمليات جراحية بالمجان فيه كشفات بالمجان ايجي التخصصات اللي هتكون موجودة كمان القوافل الطبية كانت مميزة جدا فيه إطار مبادرة انت الحياة لأنها كانت بالتعاون ما بين وزارة الصحة قوافلة طبية وكمان كان معنا الجامعة البيتومية بقوافلة طبية وقوافلة توعية نفسية وذي قوافلة اللي أنا باعتبارها الأكثر أهمية وأكثر إحتاجة للمجتمع في الأيام اللي احنا فيها أو في الأعوانة الأخيرة كمان نزلنا بقواف بفيدالة إثميكية يعني بنكشف على المرضى وبنستقبلهم وبنشخصهم ويتم صارف العلاج بشكل مجاني لهم وفي حالة وجود عملات جراحية أو حاجة تساري تدخل بيتم التنفيق عشان تحويل المرضى لإجراء العملات الجراحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة على الجانب الآخر كان معنا كمان حدث مهم جدا وهو مصرح حياة كريمة فؤولة انطلقاته انطلق مصرح حياة كريمة للأطفال اللي جهدت تغيير السلوكيات وتوجيه الأطفال للسلوكيات الإيجادية الحقيقة حضرتك لازم بقى تشار فينا عشان نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل لكل الشكر بالتأكيد حضرتك الأستاذة هند جلال لمناصق حياة كريمة في الفيوم مرة تانية بنأكد ان هذه المبادرة انت الحياة دي بنستهدف فيها ان الاستثمار يكون كمان في البشر دي مرحلة التانية من حياة كريمة ومرحلات زي ما بيقولوا كده جني الثمار ترجمة نانسي قنقر